شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج سيد محمد سارم المرزوق اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمنظمة الدولية للفرانكفونية وأخلال مداخلته شكر الوزير رئيس الدورة الحالية سيد عثمان الجندري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية سيد لويز موشكو بوا مؤكدا أن الدورة الحالية تنعقد في ظرف دولي دقيق يتطلب أكثر من أي وقت مضى تفعيل العمل المتعدد للأطراف لمواجهة تحديات المرحلة وأضاف أن بلادنا أخذت علما بالتعديلات المسمع اتخاذها على مستوى المنظمة والتي بموجبها سيتم فتح الترشحات لقيادة المنظمة إلى آية عقاد مؤتمر القمة في مدينة الجربة بالشمهورية التونسية الشقيقة في نوفمبر القادم دورة مجلس